جدد الفريق الوطني الطبية تكيد على ضرورة تلقي الجرع المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا للفئات العمرية المؤهلة وذلك للوقاية من المتحور الجديد أوميكرون وفي هذا السياق أوضح الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن الألية المحدثة للإشارة الضوئية تعتمد على المتوسط اليومي لعدد الحالات في العناية المركزة وأن الحس المسؤول والوعي المجتمعي هو المكمل للقرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي جانبها أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض البطنية بمجمع السلمانية الطبي عدم وجود أي حالة في العناية المركزة في ظل ظهور المتحور الجديد أوميكرون في حين أشار المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية في المستشفى العسكري إلا أن المؤشرات على المستوى العالمي والوطني تؤكد أن المتحور الجديد وإن كان سريع الانتشار إلا أن مضاعفاته أقل من المتحورات السابقة لفيروس كورونا هذا وأكدت الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية فاعلية الجرعة المنشطة من التطعيم في رفع الاستجابة المناعية للجسم في ظل التحورات الجديدة للفيروس مشيرة لأنه تم تطعيم منسبته 80% حتى اليوم من إجمالي المؤهلين لأخذ الجرعة المنشطة شكرا للمشاهدة